اخيرا ظهرت المواصفات الكاملة للهاتف المنتظر من سامسونج سامسونج اي 55 الهاتف يتي بقفزة كبيرة من ناحية الاداة مقارنة بالجيل السابق حيث نشر احد مستخدمي اليوتيوب الروس مقطع فيديو لمراجعة هاتف سامسونج الجالاكسي اي 555 جي ويقدم نظرة تفصيلية على الجهاز الذي لم يتم اصداره بعد لذلك تابع الفيدر الاخير لمعرفة كامل التفاصيل عليه ايضا الدعم خوتي مخسر ولو دي لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء التقنية كما قلت لكم في المقدمة قام احد المراجعين على اليوتيوب الروس بمراجعة الهاتف الجديد سامسونج اي 55 حيث قام بعمل تجارب للهاتف خاصة من ناحية الاداة صراحة على حسب الارقام سيكون من افضل الهاتف هادئا في الفئة المتوسطة اولا راح يتميز الهاتف بمعالج الاكزونوس 1480 الجديد مع وحدة معالجة الرسومات الام دي ايضا تم تصنيع هذا المعالج باستخدام عملية تصنيع 4 نانواته ويحتوي على تكوين ثماني النوات يتضمن اربعة انوية الكورتكس اي 78 بتردد اثنان فاصل خمسة سبعون جيجا هرتز واربعة انوية الكورتكس اي 55 بتردد اثنان فاصل سفر خمسة جيجا هرتز في منصة الجانجباج 6 تحصل الهاتف على 1161 نقطة في النواة الواحدة اي اعلى بنسبة 18.5% من الجيل السابق ايضا تحصل في النواتين على 3398 الف نقطة اي اعلى بنسبة 22.7% من الجيل السابق وفي اختبار الانتوتو تحصل الهاتف على 713 الف نقطة بزيادة قدرها 20.4% مقارنة بالجيل السابق ايضا تم اختبار الحد الاقصى لصرعة وحدة المعالجة المركزية لمدة 15 دقيقة على الاكزونوس 1480 تبين ان درجة الحرارة كانت مستقرة نسبيا ولم يكن هناك انخفاض مفاجئة ايضا فيما يتعلق بمعالج الرسومات يستخدم الاي 55 معالج الرسومات السامسونق الايكس كليب 530 استنادا الى بنية الاردين ا اثنان اداء وحدة معالجة الرسومات هذا افضل بكثير من اداء المعالج الرسوم المالي جي 68 الخاص او الموجود في هاتفها السابق الاي 54 سنجد تحسن هذا المعالج الرسومي الجديد بشكل ملحوظ بنسبة 31.4% مقارنة بالمعالج الرسومي الموجود في هاتفها السابق الاي 54 على العموم سنجد تحسن من ناحية الاداء عن هاتفها السابق لذلك تجربة الالعاب رح تكون افضل ايضا من المتوقع ان يأتي هاتف الجالكس اي 55 نزود بذاكرة وصول عشواء الرام بسعة 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايت مع 256 جيجا بايت ايضا سيتم تشغيل الجهاز بنظام الاندريد 14 مع واجهة الوان نيو اي 6.1 ايضا من المحتمل ان يتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الموجودة في السلسلة الرائدة الجالكسي الاس 24 ومن ناحية التصميم سيأتي الهاتف بنفس تصميم النسخة الماضية تقريبا سنجد حواف مسطحة مصنوعة من الالمانيوم ايضا ترتيب الكاميرات الخلفية تأتي بنفس ترتيب هاتفها السابق ونفس سلسلة هاتفها الرائدة الاس 24 ايضا ظهر الهاتف سيأتي او مصنوع من الزجاج وسمك الهاتف 8.2 ملي متر والارتفاع 161.1 ملي متر والعرض 7.4 ملي متر ومن حيث الوزن فقد ارتفع ايضا قليلا مقارنة بالجيل السابق 213 جرام وبالنسبة للشاشة سيستخدم هاتف الجالكسي الاي 555 جي شاشة من نوع السوبر امولد اكبر بحجم 6.6 انش او 6.5 انش مع دقة الفول HD بلاس ولا يزال معدل التحديث 120 هرتز موجود ايضا تتميز الشاشة بصوته عالي يصل 1650 نيتس لذلك لن تعاني عند استعمال هذه الشاشة في الخارج ايضا الشاشة تأتي مسطحة بحواف قليلة على الجانبين مع وجود ثقب صغير في اعلى المنتصف وهو الكاميرا السيلفي ويقال ايضا ان الشاشة رح تدعم الفيجين بوستر والHDR 10 بلاس لذلك تجربة الشاشة رح تكون ممتعة في مشاهدة المحتوى ايضا اتميز الهاتف بتصميم الكاي ايلان من سامسونغ وهو عبارة عن نوتو على الحافة اليمنى لازرار الطاقة وازرار التحكم في الصوت وبالنسبة للبطارية فهي نفسها بطارية الجيل السابق بدون اي تغيير فهي تأتي بحجم 5000 ميلي امبر تدعم الشحن السريع بقوة 25 نوات متوقع اداء جيد للبطارية خاصة مع المعالج الجديد ايضا متوقع من هاتف الاي 55 ان يقدم كاميرات ممتازة في فئة المتوسطة سنجد في الخلف ثلاث عدسات الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجابيكسل واخر كاميرا تأتي بدقة 5 ميجابيكسل للماكرو ستدعم ايضا الكاميرا الرئيسية تصوير الفيديو بدقة 4K والفول HD واما كاميرا السيلفي ستأتي بدقة 32 ميجابيكسل تدعم ايضا تصوير الفيديو بدقة 4K والفول HD لذلك متوقع أن تقدم الكاميرات صور ممتازة سواء في الإضاءة العالية أو المنخفضة أيضا الفيديو رح يكون جيد وسيدعم المثبت البصري وأما السعر المتوقع للهاتف رح يكون ما بين 400 دولار إلى 450 دولار على العموم هاتف سامسونج الآي 55 سيكون قفزة كبيرة بالنسبة لسامسونج خاصة في الفئة المتوسطة رح يتميز بتحسينات ملحوظة من ناحية الآداء لذلك ستكون تجربة الألعاب ممتازة أيضا رح يتحسن النظام بشكل عام ورح تكون تجربة المستخدم أفضل عن الجيل السابق أيضا الكاميرا رح تكون أحد أفضل الميزات مع وجود الذكاء الاصطناعي أيضا سيأتي الهاتف بخامات ممتازة من الزجاج وإطار من الألمانيوم وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وهل سيكون منافس قوي لباقية الهاتف المتوسطة أم لا لذلك رجاء شاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاة الله وحفظه